ثلاثة آلاف شخص تقريبا أصبحوا بلا مأوى بعد أن أتى حريق ضخم على مئات الأكواخ في حي فقير على المشارف الشمالية لذاك عاصمة بنجلدش الحريق الذي اندلع في حي ميربور المقتضب السكان مساء يوم الجمعة أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وقال مسؤولون إن الحريق لم يؤدي إلى سقوط قتله لأن أغلب السكان كانوا خارج الحي يحتفلون بعيد الأطحى وقال إنعام الرحمن وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة إنه وفقا للجنة التحقيق تضرر ألف ومئتا كوخ في الحريق واحترق منها بالكامل سبعمائة وخمسون كوخا وعم الحزن سكان الحي بعد أن وجدوا منازلهم وقد تحولت إلى كومة من الركام ومن بينهم محمد بابول كل شيء احترق ليس لدينا شيء الآن لقد أتت النيران على ممتلكاتنا ومنازلنا ولم نتمكن من إنقاذ أي شيء كان موجودا في المنازل كانت مقتنياتي تعادل قيمتها ما يقرب من خمسة ألاف وتسعمائة دولار وكنت أملك أيضا بعض الحلي الذهبية والملابس جميعها احترقت وأشار إنعام الرحمن إلى أن الحكومة ستقدم إعانات مبدئية للمتضررين وستحقق السلطات في سبب الحريق وتقيم حجم الأضرار واندلاع الحرائق في المصانع والأحياء الفقيرة والأسواق أمر جائع في بنجلديش ترجمة نانسي قنقر